اشتركوا في القناة اكرمكم عند الله اتخاكم ان الله عليم خبير فالقسم الذي بين يدينا الان هو قسم التربية الانسانية قسم التربية الانسانية الاسلام هو روح الانسانية الاسلام يعني جعل اماطة الاذى عن الطريق يعني من شعب الايمان جعل العلاقة مع الاخرين هي من اجل العلاقات كل الحقوق يسامح بها الا حقوق الانسان كل ذنوب تغفر إلا الحقوق الإنسان لابد لها من مسامحة فالعلاقات الإنسانية أبدى لها وأعطى لها الإسلام مكانة عظيمة كبيرة جدا فمن أهم الأهداف بناء أجياء قادرة على رفع مكانة الحضارة الإسلامية وإعلائها يعني لازم يكون الجيل الذي يربى يجب أن يربى على الحضارة الإسلامية أن يكون قد حمل في قلبه وفي عقله هم الأمة الإسلامية أن يحمل في طيات قلبه أنه يريد أن يرفع مكانة هذا الدين أيضا التربية على الاستفادة من التراث الحضاري للأمة الإسلامية أن تستفيد من التراث الحضاري من الكتب من الأحكام الشرعية أن تستفيد من كل ما هو تراث حضاري وتحافظ عليه ووجوب التفاعل بحكمة ومنهجية مع الحضارات الأخرى يجب أن تتفاعل بحكمة ومنهجية مع الحضارة يعني أن تستفيد من الحضارات الأخرى فتأخذ منها ما يفيدك وتنكر منها ما فيه خلل وفيه عداوة للإسلام وجوب الالتزام بالأخلاق والقيم الإسلامية لنيل التفوق الحضاري يعني أنت لا تكون حضاريا إلا إذا كنت خلوقا إلا إذا كانت علاقتك ومعاملتك مع الآخرين معاملة إنسانية فالإسلام ليس دين معادة الإنسان ليس دين عنف الإسلام ليس دين كراهية بالعكس الإسلام هو دين الحب الإسلام هو دين العلاقات الأخوية الإسلام هو دين التعامل الحسن يقول الإمام الشافعي في بعض أبياته يقول وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وعامل ولكن بالتي هي أحسن أيضا وجوب التركيز على أن العقيدة الإسلامية هي أساس عناء الحضاري لابد أن تبني عقيدة إسلامية في قلبك عقيدة صحيحة تكون منهجا لك في حياتك الآن أو قبل أن نذهب إلى القسم التالي ما هو السؤال الذي يأتي من التربية الإنسانية؟ هناك الكثير الأسئلة قد يأتي تعريف قد يأتي عدد قد يأتي أجب بصحة أو خطأ قد يأتي سؤال اختيار من متعدد اختار إجابة الصحيحة وإلى آخره من الأسئلة التي تأتي في قسم التربية الإنسانية هذه الصورة تعبر عن أموال ومآذن معناها علاقة الإسلام بشو؟ بإيش؟ بالمال معناها هنا تربية شو؟ مالية تربية اقتصادية هناك الاقتصاد الإسلامي فالقسم هو التربية الاقتصادية والمالية التربية الاقتصادية والمالية ونحن نعلم الاقتصاد والمال هو الشيء السائد في هذه الحياة حاليا فمعاملات الناس كلها تأتي عن طريق التعامل الاقتصادي والتعامل المادي التعامل المالي كيف يكون تعاملك إسلاميا؟ كيف؟ إذن في هذا القسم يعلمك كيف تعامل الناس معاملة مالية ولكن بنفس الوقت إسلامية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكروا إلا خاطئ اقتصاد يعني يحتكر المواد حتى يحتاجوا الناس يخرجها إلى السوق هذا عمل ليس إسلامي أما العمل الإسلامي المؤمن سمح في بيعه سمح في شرائه بنداف العامة توعيد الفرط بالقضايا والمشكلات الاقتصادية التي تتواجهه وتواجه المجتمع لا بد أن تعرف ما هي القضايا التي تمر معك في حياتك اليومية التعامل الاقتصادي وتعامل المادي أن تنمي إدراك الفرد لقيمة رأس المال على أنه وسيلة وليس غاية يعني نحن لما بنجمع المال هل هذا المال هو غايتنا نحن عاشين الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا ليجمعوا المال ولكن المال هو وسيلة لا نجعله غاية وسيلة أن تعمل تجمع مال لتعيش تنفق على نفسك على عيالك على أهلك تمام ولكن لا نجعل هذا الشيء هو غاية للأسف في زماننا الحالة أصبح المال غاية فأحدنا قد يقتل شخص آخر يزهق روح من أجل دوريهمات قد يخون بلده ويركن إلى الظالمين ويقف في صفهم من أجل بضع دوريهمات من المال كما نرى الكثير الذين تركوا ووقفوا مع الباطن أيضا تحقيق الأرباح والمكاسب وتلبيت الاحتياجات المادية بوسائل المشروعة يعني إسلام شجع على التجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال التجارة يعني بمعنى حديث كما قال صلى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأمرنا أو بالأحرى شجعنا على إقامة الشركات والأعمال والتجارات والمشاريع هذا كله إذا كان ضمن ضوابط شرعية كيف نعلم أو نعرف تلك الضوابط لابد أن نبحث في بحث التربية الاقتصادية والمالية أيضا ترجيح المصطحة العامة وهو الأساس عند تقدير المصالح يعني على سبيل المثال أنت تريد أن تفعل أو تعمل مصنع أو دكان أو أي عمل إذا كان هذا العمل فيه مصطحة عامة للآخرين فالنعمة ذلك العمل وإذا كان عملك فيه مصطحة شخصية لك وإيذاء للآخرين يعني أنت تشتغل العمل وتحط المولدي تشغل المولدي بكل نهار صوت المولدي يؤذي الآخرين هذا ليس فيه مصطحة عامة هذا إيذاء للآخرين أنت تريد أن تعمل أو على سبيل المثال تبيع بسطة وتجعلها في منتصف الطريق تؤذي المرة إذن أن يكون ترجيح المصطحة العامة مقدمة على المصطحة الخاصة أيضا سؤال الامتحانة أيضا قد يكون تعريف إجابة بصحة الخطأ أو اختيار من متعدد أو بعض الأسئلة التي تأدي بدرجة أو درجتين أيضا من الأسافة التربوية لبحث الاقتصاد إعلاء شأن العمل الأمة الإسلامية يجب أن تكون هي رأس الحضارة كنتم خير أمة يخرجت لنا لازم نحن في أرقى أرقى وذروة هرم الاقتصاد هرم الحضارات ولكن للأسف بسبب تخاذل الكثير الكثير من المسلمين بسبب ابتعاد الكثير الكثير المسلمين عن منهجهم عن دينهم عن معاملاتهم الصحيحة أصبح للأسف من المجتمعات الفاسدة للأسف ونسأل الله عز وجل أن يعلي شأن أمتنا وأن يعلي شأن مجتمعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر